السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة متبخدارين انتمنى كلكم تكونوا باخر والاخير وانتم ما كتشاهدو هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم ضيم الواجبات الصيفية بيتزارولة او دكيش ملحين سهلين مكونات بساطين كيجيبنانين راقين بكمية كثيرة وبسرعة كيوجدوا ما كيأخذونا نهائي الوقت انتمنى الوصفة اليوم اتمنى الاعجاب لكم اللي جربة تخليلي في التعليقات كيفية جاتة لا تنسوش تشتركوا في القناة باش تسلو جديد الوصفات ايضا لا تنسوش دعموني باللايكات بيئكم بقمعايا تشوفوا الفيديو تال الاخر باش تشوفوا المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركتي الله اول حاجة نبدأ بالعاجين عندي جوز لايف ديال فورس زلايف ديال الحريرة وزلافة ديال قمح الممتاز او الالفين سنضيف معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز معلقة كبيرة ديال السكرسانيدة شوية ديال الملحة والملحة كسبق على حسب الضوقة ديالكو سنضيف معلقة كبيرة جرام وكسبق على حسب الممتاز كسبق على حسب الولد كسبق لك تحضير كسبق كسبة لكسبق وكسبق كسبيند كسبة من خميرة كسبق لكسبق كسبة من خميرة يجمعون العجينة بالماء دافي بالنسبة للناس الذين لديهم الحليب بودرة يستعملونها كوحدة معلقة أو معلقة مصد الحليب بودرة ويجمعون العجينة بالماء دافي يعني على حسب دائما التي توفر عندكم سوف نبدأ نخلط العجينة التي يخصص كل طباء ومرخوفة لكي يأتيون لكيش أو للميني بيتزا سهلين وشاشين في المكرة لهم لا يأتيون قصحين ويبسين ثم هناك كما كتلاحظوا معي نبدأ نزيد الحليب بشوية 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 بشىكا كنتحكموا في العجينة دينا بش ما تتجينش عود خفيفة كتر من القياس هنا هي العجينة ديالنا بعد ما عجبناها مزيان شوفوا معي كيفش كانت جير طبعه ومرخوفه غادي نغطيها بسلوفان ونخلياتي تباع في الحجم دياله وندوجه باش نحضره الحشوة فبالنسبة للحشوة اول حاجة غادي نحتاج واحد لبصلة كبيرة قطعتها تكون طويلة غادي نضاف معاها الملحة ليبزار زيت زيتون وغادي نغطيها ونخليها تتشحر مزيان وتتهبطلي هنا غادي ندوزه نحضره صوص طماط او لسلسة طماطم عندي معلقة كبيرة ديال مطاشة ديال الطاس او لمركز طماطم تلقس بشوية ديال الماء غادي نضاف واحد الفصل ديال تمام حكوك شوية ديال الملحة شوية ديال بزار شوية ديال كامون شوية ديال زيت زيتون وكن نرضى على نارمهيلة كتغلي وتعاود يعني اكتة كترجع لنا خاطرة عد كنت فيو عليها البوطة بش هكا لسلسة طماط ديالة كتكون واجدة اشتركوا في القناة كنخلطها مزيان وكنخليها كتغلي كي ملاحظتوا معايا كل شي راح احضرنا فوقت باحث الحشوة كتوجدنا فوقت باحث بانسبة لسلسة طماط اللي كانت عندهم مطفرة لسوس ديال بيتزا في استغناء عليها على حسب دائما دكشي اللي مطفرة عندكم احنا كنخليها كتغلي فارا ما كتاخدش نهائي الوقت هي كتغلي وانتو ما كتحركوا باشكا كتتكدو من الكتافة ديال خالط وفنوس ديال 3 سطماط ما كتلسقلكو مش ملا تحت هنهي بعد ما طابطوا التشحرات كتولي على هاتشكل هادا سوف نضيف عليها كنخليها على جنب البصلاء هاي يديرها تشحرات كي ما غدي تلاحظوا معايا غدي نضيف لها كمية ديال لحم المفروم او لا الكفتة وكتبقى اختيارية على حسب اللي متوفر عندكم ايضا بالنسبة للناسي ما كتوفر عندهم من الكفتة وممكن انكم تديروا لا داند او لا صدر الدجاج او لا طون على حسب اللي متوفر عندكم اهم حاجة انكم تجربوها نحاولها كأنني نبدأ نضغطها على الكفتاتة كتفرت السم زيان وكتخلطنا مع البصلة هنا يبين ملح وشوة طيبناها العجينة كسكون خمرات شوفوا معايك كيف تطلع سوف نقسمها حاجتني الكيمية كبيرة سوف نقسمها النصف سوف نصوبها كككرولي والنصف الاخر سوف نصوبوا دي ميني ببيتزا ونجعلهم اعلاجين سوف نحتاجوا معا سوف نجبدو ايضا ممكن انكم النصف الاخر سعمروه بحشوة بحشوة اخرى وتديروا جوج ديال الحشوات مختلفين سوف هنا كنتلقي العجينة ديالي كي يخصص تكون رقيقة كنتلقاك على شكل يكون مستطيل باش يساعدنا في الخدمة كنرشو شوية ديالتقيق باش مكتلسقناش العجينة اهم حاجة انكم تطلقوها بشكل يكون متساوي باش ماجيكم باش بلاسة خرجة على الرولي اللي غادي نديرو ميني بيتزا ديالي لكم محلولة هنا بعد ما اطلقت العجينة ديالي كاملة على سطح العمل غادي ندير اول حاجة لسوستومات اللي حضرنا اوكي مالحتي معايا العجينة راها كتكون نطلقها مزدين وكتكون رقيقة ماشيش لدرجة بشي بلنا سطح العمل مهم كتكون رقيقة كند هنا كاملة بلاسة طمات كيما هو موضح في الفيديو اضع كتبات الوزنة اضع كتبات الوزنة اضع كتبات الوزنة اضع كتبات الوزنة اضع حقا pdf اضع كتبات الوزنة شوفوا معي كم دوها كنجمعوا العجينة كنلويوها مزيان حاولوا ان كون متلويوها شمرخوفة تكون مزييرة كي ملاحتيوا معي بسرعة كتوجد ما كتاخدش نهائي الوقت واهم حاجة انها سهلة في التحضير وكتجيب نينا سوف هنا ينبعد ملويت الرولي ديالي كامل هنا غادي نجيب واحد الخيط وغادي نبدأ نقطع الحجم يكون متوسط كتحولوا انكم تعقدوا وكيتقطع لكم ببوحده كي ملاحتيوا طريقة سهلة ومبسطة احسن من انكم تقطع بسكين فبسكين يضع لكم الشكل الحلزوني اللي كيكون في الوسطة سوف نكمل بنفس الطريقة تنسلي الكيمية اللي عندي كاملة هكا كنقطعو بالخيط تنسلي الكيمية كاملة واللي قطعناها كنضيروها في الطبصل شوفوا معي الشكل الحلزوني اللي كيجي فيها انا هنا غادي نخليكم مع الفيديو غادي نسلي بتقطع ديال كيمية اللي عندي كاملة ونعودوا انطلاقها شكرا 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 باعدم مسلية الكيمية اللي عندي كاملة نحاول انني نضغط عليهم شوية أو القرص او القرص واحد إليهم شجر مما يلا بثانة كاملة ج preached شكرا على الب Technically هذه بصر نتصل اللي في المTA مالذي حلبي و بالنسبةأ الناس لديه الفرفائرة هكذا دخلنا من الفرفارة فمتح الجو تبص الاخر شعلت الفرفارة على 180 دراجة و بإضافة لجو وجو جو الطبس الاخر نسبةأ الناس لديه الفرن سواء من فرتي سوف أضع الفرمج هنا سوف نريد أن يكون الطيب و نرشع الأطوالًا فلتوقع الفرمج من الباحث و نرى شكله النهائي اشتركوا في القناة سهلين في التحضير واهم حاجة انهم كيجيون مقرمشين ولدادين وبسرعة كيوجدوك وكيعطيوناك مياه كثيرة نتمنى الوصفة ديالي اومتنا لإعجاب ديالكم اللي جرباتها تخليلي في تعليقات كيفية جاتا ما تنسوش تشتركوا في القناة باش تسلب جديد الوصفات ايضا ما تنسوش دعواني بلايك ديالكم خليتكم على خير والى وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة